السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 12 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم استقر في برج الدلو ورحيظاً موجود في برج الدلو غاية الساعة 57 دقيقة من مساء يوم الأحد بتوقيت جرانتش القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورحيظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 37 و32 دقيقة صباح اليوم السبت بتوقيت جرانتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته اليوم من الشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها ومنود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا مثلا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في زوايا فلكية مع القمر ولكن في زوايا منفصلة ما بين الكواكب الأخرى بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي الأكثر حساسي واللي لازم إذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد راجع طبيبنا وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها بطة الساق الكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما إنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون غدا لأحد بيبدأ الساعة 2.10 دقائق عصرا بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7.54 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 10 أيام الآن الساعة 12.10 دقائق ظهرا بيبدأ اليوم 11 نسبة الإضاءة 72% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الظهر سعيد بنسبة 85% القمر في الدلو حتى يوم 13 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 45% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% والزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 70% الآن ساعات الصباح سعيد بنسبة 85% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة وممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شأنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت بالنسبة لموليد برج الثور هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وأيضا اللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة فما تضيع عليك الفرصة بعصبيتك أو بتهورك كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش وسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبواسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لما واهبك أو اهتماماتك كون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحملك انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتنهمكم في اعادة تنظيم امركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصحيحوا الانطباعات عنكم كن واثق من نفسك من كفاتك وما تسمح لأي شخص بانه يشكك بقدراتك اليوم ممكن تنشغل بملف او معاملة ادارية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بيركز اهتمامكم اليوم حول موضوع الشراكة سواء الشراكة المالية او العاطفية بحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاءكم خصوصا ما بين الازواج هاي الفترة تعتبر فترة ضاغطة اكثر تهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح من المشاكل من العصبية وبتميلوا لفرض الرأي على الاخرين حول اجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل الا انه من عندك قدرة على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من انواع القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير او تأخير ولا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الاحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني وبإمكانكم تحسين الاجواء لان الاجواء رح تتحسن بشكل جيد وبترتفع المعنويات بشكل كبير وهي فترة مناسب للحوار والنقاش وتعتبر من اكثر ايام الشهر حظا فما ضيعها هيك وتقف متفرج حاول تسعى المبادرة فالاجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من افراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات وممكن تهتم لأمر يتعلق بعقار او منزل او عائلة حتى اهمش انك تتجنب الانفعال والتسرع في القاء اللوم على الاخرين مزاجك متقلب ومتجاهم ايضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واللقاءات ويعتبر هذا اليوم جيد للتعامل مع اخ اوجار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت اليوم بتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الكلام والاقناع اهم اشي انك تسيطر على انفعالاتك بعضكم ممكن يضطر لتقديم مساعدة لاعد لاحد الاخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين في اي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن اليوم تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية وحاول انك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم عندكم نشاط عالي جدا وحيوي عالي جدا وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها شعبيتكم اليوم في تصاعد ويتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وتسلط الاضواع على قدراتك وممكن تلطلق بحماسة وعزيمة كبيرة هاي فترة ايجابية ممكن ترغب في التغيير او اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة بيسجلك هذا اليوم نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدي بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم او اتخاذ قرارات مهمة خلال هذا اليوم اجلها لغدا مساء او لبعد غد بيكون افضل اتخلص في هذا اليوم من عاداتك القديمة انشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير والخسار والوعكات الصحية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء